حقائق حول كونوكو يعتبر كونوكو لوم كونيكو من الأنواع الآسرة والمبدعة الموجودة في المقام الأول في الأراضي العشبية المفتوحة والمناطق الجبلية في أمريكا الجنوبية وهي عضو في عائلة كاميليدي والتي تضم أيضا أقربائها المقربين اللامة المستأنسة الألبكة والفيكونيا البرية مظهرها المميزة وسلوكها الاجتماعي وأهميتها البيئية يجعلها مخلوقا رائعا في المناظر الطبيعية لأمريكا الجنوبية يقف هو نكوس على بعد حوالي أربع إلى ستة أقدام عند الكتف وهو مهيأ جيدا لبيئاتهم الصعبة تساعدهم أرجلهم الطويلة النحيلة وأجسامهم خفيفة الوزن على التنقل في تضريس متنوعة من أسعار القاحلة إلى الهضاب المرتفعة في رأيها التي تتفاوت في الظلال من البني الفاتح إلى البني المحمر تعمل كعزل فعال ضد درجات الحرارة القصوى وتحميها من كل من الشمس الحارقة والبرد القارس كنوكا وزهي حيوانات اجتماعية تعيش عادة في مجموعات عائلية صغيرة تنتعرف باسم الحريم تتكون الحريم عادة من ذكر مهيمن والعديد من الإناث وذريتهم الصغار تعزز هذه المجموعة السلوك التعاوني للحماية من الحيوانات المخترسة مثل الثعالب وحتى البشر الذكور الذين تم تحديدهم من خلال حجمهم الأكبر وعضلات الرقبة المتطورة يعملون أيضا كحراس ساعة دائمة لتنبيه المجموعة من الأخطار المحتملة خلال موسم التكاثر الذي يحدث عادة في الربيع الأسترالي من أكتوبر إلى ديسمبر ينخرط ذكور غواناكوس في معارك إقليمية لإثبات الهيمنة والوصول إلى الإناث يمكن أن تنطوي هذه المعارك على عروض للعدوان مثل النطق والشحن والسجال بمجرد أن يؤسس الذكر هيمنته بنجاح فإنه سوف يتزاوج مع الإناث في حريمه مما يضمن استمرار نسابه الجيني تلد أنثى غواناكوس صراخا واحدا ذرية بعد فترة حمل تبلغ حوالي 11 شهرا الصراخ مبترة مما يعني أنها ناضجة نسبيا ومتحركة عند الولادة يتيح لهم هذا التكيف مواكبة المجموعة بسرعة ويقلل من تعرضهم للحيوانات المفترسة تعتبر الأم غواناكوس حماية عالية لصغارها وغالبا ما تتجمع الكريات في دور الحضانة داخل الحريم مما يوفر آمانا إضافيا بالإضافة إلى سمتها البيولوجية والسلوكية تلعب غواناكوس دورا حاسما في انظمتها البيئية إنها حيوانات عاشبة مهمة تتغذى على أنواع نباتية مختلفة مثل الحشائش والشجيرات والأشنات تساهم عاداتهم الغذائية في تشكيل المناظر الطبيعية عن طريق منع النمو المفرط للنباتات وتعزيز التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة واجهت بواناكوس تهديدات بسبب فقدان الموائل والتنافس مع الماشية والصيد غير القانوني جهود الحفظ ضرورية لضمان بقائهم على قيد الحياة لأنها ليست ضرورية فقط لتوازن النظام البيئي ولكن أيضا تحمل أهمية ثقافية للمجتمعات التي تعيش في مناطقها الأصلية تعمل المنظمات والحكومات على حماية سكان غواناكوس من خلال إنشاء مناطق محمية وفرض تدابير مكافحة الصيد الجائر وتعزيز ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي تقف كونوكو كنوع رمزي لأمريكا الجنوبية وتجسد الخصائص الفريدة للمناظر الطبيعية المتنوعة في المنطقة إن قدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة وتشكيل مجموعات اجتماعية والمساهمة في صحة النظام البيئي تؤكد أهميتها في العالم الطبيعي الجهود المبذولة لحماية هذا النوع ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي الدقيق لموائلها والحفاظ على دورها كرمز للتنوع البيولوجي الغني في القرى ترجمة نانسي قنقر